السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثالث Technics for Solving DC Electric Circuits وننتهي اليوم مع الجزء الأول وهي طريقة النود Method مع أمثلة تطبيقية لفهم هذه الطريقة إذن في هذا المثال مطلوب مني استخراج قيمة النود Vortage يعني الجهد في النود A والجهد في النود B إذن قبل البداية في أي معادلات كما قلت لكم يجب النظر جيدا إلى السيركت ولاحظ أنه عندي سوبر نود يعني Vortage Source بين نود ونود آخر Essential Nود وأكتب مباشرة إذن المعادلة يعني عندي VB وهي مع القطب الموجب سالب VI وهي مع القطب السالب تساوي قيمة المصدر وهي 12 V الآن هذا السوبر نود عقدة كاملة مرتبط فيها كم من برانش مرتبط فيه البرانش الأول البرانش الثاني البرانش الثالث والبرانش الرابع ويكون بالتالي يكون عندي أربعة عناصر في معادلة السوبر نود أولا ألاحظ أنه في هذه البرانش عندي مصدر طيار 1.5 يأخذ موجب لأنه يدخل إلى النود عندي كذلك مصدر طيار آخر في هذه البرانش يخرج من النود وبالتالي يأخذ سالب كم بقي عندي الآن بقي عندي الآن 2 برانش البرانش هنا قيمة الطيار فيها بقانون الأوم هو الفي على الار كم قيمة الفي هنا هي ليست إلا الفي اي النود فولتج في النود اي على قيمة المقاومة 6 وبقيت لي البرانش الأخيرة كم قيمة الطيار فيها مباشرة هي قيمة الجود هي VB سالب سفر فولت وهو في الرفيرنس نود على قيمة المقاومة 3 أوم وبالتالي عندي الآن معادلتين يحملاني مجهولا المجهول VA والمجهول VB وأستخرج القيمة بصفة سهلة المثال الأخير في طريقة النود فولتج لمزيد فهم السوبر نود مطلوب مني الآن استخراج V1 وال V2 في هذا السيركوت إذن بعد ما قمنا بتعيين النود فولتج في هذا السيركوت هنا عندي ريفيرنس نود قيمة سفر فولت وهو يجمع كل برانش في أسفل السيركوت عندي كذلك هنا نود هو نفسه هذه النقطة أسميه V1 نفس الشي هنا عندي نود هو نفسه هنا لأنه يمتد على نفس السلك أسميه V2 وليس هناك أي مكون كهربائي إذن الهدف استخراج V1 وال V2 ألاحظ بين V1 وال V2 عندي سوبر نود يعني فولتج سورس بين two نود إذن هنا مباشرة أكتب المعادلة ال V2 هي بجانب القطب الموجب ال V1 بجانب القطب السالب إذن عندي V2 موجب V2 أو V2 سالب V1 يساوي قيمة مصدر الجود وهو 2 فولت وهذه المعادلة إذن إذن هذه لا تكفي لاستخراج V1 وال V2 وجب علي إضافة معادلة ثانية إذن في السوبر نود سوف أكتب قيمة التيار الكاربائي في كل برانش ملتسقة بهذا السوبر نود ولاحظ أنه عندي في البرانش الأولى هنا عندي مصدر طيار 2 إمبير يأخذ موجب لأنه يدخل إلى السوبر نود عندي كذلك في البرانش هذه الثانية مصدر طيار آخر فيكتب مباشرة لكن بزيادة سالب لأنه يخرج من النود وهو 7 إمبير بقي عندي الآن هذه البرانش والبرانش الثانية قيمة الطيار فيها مباشرة هنا بين هذين النقطتين هذه V1 ناقص 0 على قيمة المقاومة 2 أما هنا عندي مقاوم كهربائي قيمة الطيار هي الجهد الأول سالب الجهد الثاني على قيمة المقاومة يعني V2 سالب 0 فولت على قيمة المقاومة وهي 4 أوم لتسهيل كتابة هذه المعادلة قمت بضرب كل عنصر في أربعة فأصبحت عندي هذه المعادلة إذن عندي الآن معادلتين يحملاني مجهولا وبالتالي أقوم باستخراج V1 و V2 لهذا السيركوت ترجمة نانسي قنقر